طبعا الكهرباء من صارت جيدة يعني صار انعكاس ايجابي ولا زالت جيدة راح تبقى جيدة هذا الشهرين اللي راحت مثل ما كنت موجود قلت انه في ظل هذه الظروف راح تبقى جيد يعني سيد عمار اولا مراحض ظروف المنظومة هذا اولا يعني اليوم هنالك جملة من العوارض من الممكن تتعرض لها المنظومة هذه اللي سرعا ما تعالج هذا وحدك طيب ظروف الغاز اللي جنابك تعليها جيدا ظروف الغاز سواء كان المورد او الوطني طبعا عندنا تدابير الى لكن ايضا ظروف الغاز تحكم المنظومة وانتاج المنظومة ثالثا انه تبقى جيدة اكيد مع دخولنا بضروة الاحمال الصيفية مع زيادة الطلب على الاستهلات اكيد خوب راح التجهيز ربما يقل عما هو اليوم معمول به اليوم التجهيز فلوت يوم التجهيز يكاد يكون 24 ساعة مع دخولنا بضروة الاحمال الصيفية بالتأكيد راح يزداد الحمل ويزداد الطلب على الاستهلات نوعا ما راح تتأثر ساعات التجهيز لكن تقوله بالمجمل هي قينا افضل من الصيف الماضي جيد استاذ عمار ونالك الزيادة عما تحقق بالعام الماضي ستصل بوقت الزروة طيب شهرين اللي جايات ممكن انه راح تبقى ساعات التجهيز لو راح تقل عما هو الآن اي ما الآن التجهيز 24 ساعة استاذ عمار مع دخولنا زيادة الطلب وضروة الاحمال خب ما راح تبقى 24 ساعة ما راح تبقى 24 لعش قد تصير وضروح يبقى تجهيز جيد وعطال من الصيف الماضي